شو اللي صار شو اللي صار معكم ولا حاجة قاعدين امنين في البيت ولا في عنا اي مشكلات نزلت البيوت علينا البيت انا عندي حوالي 200 نفر والله ما بعرف مين ضل طيب يعني انا منستغرب انا كيف طلعت عايش للماني انا منستغرب كيف طلعت عايش لكن انا طلعت عايش عشان اوصل الرسالة للعدوم والامريكا والاوروبا والكل دول العالم بانه الشعب الفلسطيني لن يقهر وسينتصر عاجلا ام عاجلا وهذه المعركة هي معركة الانتصار ومعركة القدس مهما طالت زمن او قصر انتهى الموضوع لا في مجال ما حدش يحكي عن هدنه ولا حد يحكي عن سلام ولا حد يحكي عن اي حاجة احنا اليوم مندافع عن شرف الام العربية والاسلامية والله لو امعل فينا بالقتل والله لن نستسلم والله لن نستسلم شو المشهد في مخيم الشاطئ المشهد مروع جسف جسف اشلاء بيوت تنزل على ساكنيها هم بفكروا بدنا نتهجر بفكروا انه بدنا نروح على مصر والله هيهات هم بقى بقى بيعرفوش طبيعة طبيعة الفلسطيني احنا هاليوم مات ولادي ومات اخواتي انا هين مزروع في البيت وبدنا نروح ارفع الركام وانام في البيت واذا كانوا راجل نتنياهو يضرب كمان مرة وين الروح هو هبيلي لا المرة هاده فيش يروع مصر المرة هاده علينا على ارضنا على فلسطين على القدس والله 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 مهما معنو فينا بالقتل قتلوا الاطفال قتلوا النساء لن نستسلم ولن نرحل من هذه الاطفال